أقامت جمعية الشارقة الخيرية حفلاً بمناسبة اختتام حملتها الرمضانية جود بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية والموظفين والمتطوعين وذلك في مركز الجواهر المناسبات والمؤتمرات بالشارقة شكراً على ما بدأتموه من جهد للرقي بمستوى الجمعية بكل معاني التقدير والامتنان شكراً لأولئك الذين تكاتفوا وبذلوا جهداً ووقتاً وعملوا بروح الفريق الواحد هذه الكلمات وغيرها كانت حاضرةً في الأمسية الرمضانية التي احتفت بجهود موظفي ومتطوعي حملة جود الرمضانية المنظمة من قبل جمعية الشارقة الخيرية حيث شملت تكريم جميع الإدارات سواء في المقر الرئيسي أو مدن الإمارة ومناطقها الحمد لله الجمعية اليوم وصلت للعالمية وصلت تكريم حتى خارج الدولة على مستوى الجمعيات العالمية وهذا ما يجب من فراغ هذا إجابة جهود كل موظف وكل عامل في جمعية وكل متطوع حتى في الجمعية يعني نحن بكم نرتقي حصاتكم اليوم نشوفها الحمد لله في النور ونقول للمحسنين ثمراتكم حتوصل لكل محتاج اليوم نقول لكم يا أخواني يا موظفين يا متطوعين شكرا من شارقة الخير شارقة سلطان الخير اليوم العطاء منبت في هذا الدار دار سلطان اليوم فرحتنا ونقول لو لا تكاتف الجماعة ولولا العطاء المستمر من متطوعين وموظفين الجمعية لما وصلنا له وهذا ما عودنا سلطان عليه خيرية شارقة وقبل انطلاق حملة جودة كانت قد وضعت هدفا بجميع إرادات وتبرعات تصل لمائة وعشرين مليون درهم تصرف طيلة الشهر الفضيل في مجالات متعددة منها إفطار الصائم وتوزيع السلال الرمضانية إلى جانب إيصال أموال الزكاة على مستحقها والزكاة الفطر بالإضافة لكسوة العيدة كما استهدفت الحملة إطلاق حزمة من المشاريع الخيرية على الصعيد الدولي وصفاء اللي سمع جود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر